والمراد بالاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة إذن أمران لزوم المسجد فلا يكون اعتكاف إلا بلزوم مسجد وبناء على ذلك فإن لزوم داره لا يسمى اعتكافا ولو كان لطاعة ولو كان قد جعل في داره مسجدا يبنيه فإنه لا يسمى مسجدا بالمعنى الخاص وأما ما جاء عنه بسرعة سلم أنه أمر أن يبنى في الدور المساجد فالمراد بالدور هنا هي البيوت أي أن البيوت والأحياء يجعل فيها مسجد ليجتمع الناس فيه ويصلوا فيه وليس في كل بيت بعينه يوضع مسجد وإن كان فعال جماعة من أهل العلم والصحابة كاعتمان بن مالك وغير رضي الله عن الجميع إذن لا بد أن يكون المسجد مخصصا وموقوفا للطاعة وهذا المسجد قد يكون تقام فيه الصلاة وقد تكون لا تقام فيه الصلاة فإن هناك مساجد لا تقام فيها الصلاة إما لكونها قد هجرت وإما لكونها قد بني بجانبها مسجد آخر أو بكون هذا المسجد أحيانا لا يصل فيه إلا فرض واحد كحالي المساجد التي تكون بجانب بعض الشركات والدوائر فهو مسجد مهيئ مخصوص موقوف على العبادة ومع ذلك فإنه لا يصل فيه إلا فرض واحد من فرائد الصلاة الخمس لوجود الموظفين ومع ذلك فلا يوجد فيه مصل ومع ذلك يبقى على اسمه وهو المسجد فما دام مسجدا محاطا ومبنيا بهذا المعنى فإنه يصح الاعتكاف فيه لكن الفقه يقول لابد أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة إن كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة فعلى ذلك المرأة لا يلزم أن تعتكف فيه مسجد فيه جماعة وإنما لو اعتكفت فيه مسجد مهجور ونحو ذلك جاز الأمر الثاني لزوم المسجد للطاعة لابد أن يكون هناك طاعة فمن لزم المسجد لغير الطاعة وإنما لزمه لأجل أجرة يعملها ونحو ذلك فنقول هذا لا يسمع اعتكافا ولابد بعد قول أهل العلم للطاعة لا بد من النية نية الاعتكاف الدخول فيه والنزوم